اشتركوا في القناة اشترك فيها عديد من المواطنين الذين اكدوا مضيهم في احتجاجاتهم لحين ان يلمسوا اصلاحا حقيقيا على ارض الواقع رافضين كل الخطوات التي قامت بها الجهات الرسمية اخيرا باتجاه الاصلاح ومطالبين تلك الجهات بالنزول من ابراجها العاجية وتلمس نبض الشارع حاليا الاصلاحات الدستورية او مشروع تعديلات الدستور حاليا لا ترقى الى ما يريده الشارع الشارع الاردني ما زال يطالب بتوزيع السلطات ويكون هو مصدر السلطة التعديلات الدستورية اجت ناقصة لهذا الوضع وبالتالي ما زال تصلاحات الدستورية غير قادرة على الوصول الى نظر الشارع ولا تحاكي الشارع الهتافات تنوعت غير انها تميزت كالعادة بسقفها المرتفع حيث جاءت هذه المسيرة بالتزامن مع دعوة تلقاها البخيت لزيارة الحي من احد الوجهة الامر الذي اشعل غضب المعتصمين والذين عاد انتقاد البخيت بقوة لهتافات هذه المسيرة الرسالة كان مفروض رئيس الوزر رئينا عزم بالحارة فهي رد على عزوة رئيس البخيت في حي الطفائل في عمان ومرفوض من الشعب الاردني الكامل لانه رجل لا يرود الاصلاح لا يرود الاصلاح ابدا ولغاية الان ما في اصلاح شعب الاردني غير راضي عن هذه الاصلاحات اصلاحات جزئية مش رئيسية بدنا الشعب حكم الشعب لانه عينينا من هالفاسدين نحن نعتبر ان ذلك يعتبر طعنان للمطالب الشعبية حينما نشعر ان هناك من جزء من ابناء هذا الوطن وابناء هذا الحي من يحاول الالتفاف على رغبة الناس ليوصل رسالة غير صحيحة وفي غير محلها بان هناك رضاء او ان هناك مجموعة من اهل الحي يمكن ان يفتروا مع رئيس الوضراء والحقيقة ان الامر ليس كذلك الناس لا يسوجع عنين لبعض الاطعام والموائد انما هم يريدون الحرية والكرامة والاصلاح رسالة هي اذا اطلقها ابناء الحي اكدت انهم مستمرون على ضبط ساعاتهم باتجاه التوقيت الاصلاحي حيث يرى مراقبون ان ابناء الحي نجحوا في ادخال السياسة الى اروقته بهتافات تصل اصداؤها الى مسامع صناع القرار بعيدا عن المهادنة مما يؤكد وبرأي مراقبين ان حراك ابناء حي الطفائلة ينظر اليه بمقاييس اخرى مال الشاعب راح وين طالبات بالاصلاح الفوري تصدر من ابناء حي الطفائلة ليبدو ان حي الطفائلة رقم صعب في معادلة الحراك الشعبي لبرنامج دنيا الصحافة ربيع الصور